دم قلبي بهذه الحرقة تفقد ما الى اليه زرعه فهؤلاء لا يحصدون الزرع بل يقطعونه بعد تلفه نتيجة اصابته بموبيدات تتلف الزرع رشه الجيش الاسرائيلي بمحادات الحدود مع قطع غزة بنستنى الموسم بستنى عشان الواحد في الاشتاء بوفر مي بوفر دواء بوفر كل حاجة في ساعة الزمان بيطلع اليهود خمس دقايق او نص ساعة بيكون برشون اياها وبروحوا والله ما انا قادر حصيين الخسارة اللي عندي يعني عندي رقوب فوق الخمسين دلم سبانق انا لحالي من المنطقة واحد دقائق خمسين دلم سبانق انا وكشن بالله ما انا قادر حصي الخسارة عليها تظهر هذه المشاهد التي وثقها مزارعون فلسطينيون طائرة اسرائيلية اثناء رشها الموبيدات يبرر الجيش الاسرائيلي العملية بانها ترمي الى منع نمو نباتات بطول يؤثر على مراقبة الحدود لكن الفلسطينيين يرونها مجرد مزاعم كل خضروات ورقية ناعمة لا يزيد ارتفاعها عن ستين سنطي كل عام يدعون بحج جديدة ادعاءات امنية ادعاءات غير امنية كل سنة بحج جديدة وللعلم ما فيش منه هذا الكلام اللي بيقولوه هم متعمدين ان يحرقوا جميع الخضروات وان يدمروا المزارعين والمواطنين في هذه المنطقة الاجراء الاسرائيلي تكرر للعام الثالث على التوالي بينما تحاول منظمات دولية اقناع اسرائيل بالتوقف عن العملية دون جدوى من المحبط ان نرى بانه بعد ثلاث سنوات من الحوار ان يتم الرش هذا العام ايضا الاهم الان هو ان تتخذ الاجراءات الاحترازية الكافية واللازمة في اثناء عملية الرش وان تقوم السلطات الاسرائيلية باختيار بدائل للرش الجوي الى حين ذلك يعاود المزارعون اصلاح ارضهم من جديد رغم هذه المساحة الواسعة غير المزروعة على امتداد الحدود بين قطع غزة واسرائيل لا يسلم المزارعون من ملاحقة سلطات الاحتلال لهم على عمق اكبر داخل حدود القطع لتبدو عملية رش الاعشاب المتكررة كل موسم محملة بغايات امنية اسرائيلية عديدة محمد المشهر واسكاينيوز عربية قطع غزة